اليوم كان نحتفلو بنهاية المرحلة الأولى ديال كيف تقولوها الترميم للدير تومليلين القادم فاقترحنا باش ندخلو في هاد المشروع لأنها في هاد دير تاريخيا كان مهم بزاف تاريخيا يعني تلت شهور من بعد الاستقلال ديال المغرب راحنا بالرعاية السامية ديال المرحوم الملك محمد الخامس الله يرحموه كان نجتمعو هنيا المسلمين المسيحيين واليهود باش يفتحوا واحد الحوار على تعدد الديني والإقبال الآخر وخلال عشرة سنوات كان هاد الحوار فحنا يعرفنا هاد التاريخ اللي كان كنا نسيناه احنا كان مغربا الصراحة قلنا بأنه مهم بزاف نحافظوا على هاد داكرة باش ندوزوها لأجيال جديدة باش يعرفوا شنو هو شنو هي الهوية ديالنا الحقيقية اللي هي مبنية على تعدد الديني والإقبال الديني فاحنا بدينا كان نصلحو شوية بغينا بغينا نصلحو والحمد لله بناء على واحد تعاون اللي وقعنا مع المجلس الإقليمي ديال مدينة فاس مكناس وجهة فاس مكناس وزارة التقافة الرابطة المحمدية ديال العلماء والوكالة المغربية للمياه والغابات بدينا كان نخدموه ومبعد جاو عونونا تالأجانيم اللي هي المؤسسات مستقبل واحد وعشرين وعونونا خاصة باش نكملو هاد المرحلة الأولى ديال رجوع ديال ترميم ديال تمليلين وإن شاء الله هاد غير بداية باش نبدأو المرحلة الثانية ترجمة نانسي قنقر